صباح الخير او مساء الخير يا برج الحمل. القراءة تكون ان شاء الله باذن الله للبرج الشمسي والطالع والزهر. طيب مبدئا كده عايز اشوف نقطك. انت الفورق فوند ممكن تكون في علاقة حاليا مع شخص ودبئين جدا يعني. ومبسوط في العلاقة. ممكن يكون بتتعامل مع احد برج جوزاء او طور. ممكن تكون علاقة زواجي على فكرة او كان في انفصال وبعد ذلك حصل انقطاع ما بينكم انتم الاثنين ورجعته تاني لهذه العلاقة. لكن يعني ممكن نقول ان هذا الشخص بيحبك اوي وهو في ليك اوي برغم الانقطاع اللي حصل ما بينكم انتم الاثنين دول. ده يعني لو كان في انقطاع فانت حاليا تقطك الفورق فوند انت في علاقة الان. وممكن تكون روحة الشخص اخر يعني. الله هو اعلم برضا عشان ما ايه ما نكونش يصبقنا الاحداث لكن احنا معاك يعني يا برج الحامل هنعلم بالوقتي. طيب انا عايز اشوف ام عايز اشوف هنا ام احوالي الحبيب ايه ما شعره شايفك ازاي لو زعلان منك زعلان ليه تعيدلي بقى. طيب اه شايف العلاقة ازاي. نيتو الداخلية ايه? وما يزهروا لك ايه? والشخص ده احواله ايه? في العمل. ودي كرتيل العزاب. هنجي لهم في اخر قراءة. طيب هوا مبدئيا كده اه ممكن تكون انت انفصلت بالفعل عن هذا الشخص. ولكن انت الفرق فوند يعني. انت ممكن تكون ما زلت في العلاقة. ولكن اه يعني. اه هذا الشخص مسلا اه عايز يمشي مسلا. ممكن. لان انت كمان العشر سيوف. انت اعتقد ما زلت في هذه العلاقة مكمل. اه ولكنها زي ما تكون يقول لك ايه ايه خربت. ايه خربت. بس مش عايزين نقول خربت. هنقول بقى ان 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 هذا الشخص بيتعامل معاك اه بطريقة مسلا جافية مسلا او كده. خلينا نشوف برضو عشان من ايه? من اه 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 من ازلمش هزا الشخص يعني. ولكن مشاعروا بيجي افوند. اه يا اما هذا الشخص اه زعلان منك قوي. او ان هذا الشخص اه مش متأكد من مشاعرك من ناحيته مسلا. بس هو متضايق منك قوي. هو متضايق من كله اعتقد ان كمان احواله العام هنا مش كويسة. اه ده متضايق منك. ده كمان بص السيبن او سردس هنا وفيه اه ده مجروح منك قوي. اه برج الحمل ان كنت تتعامل مع شخص جوزاء. فاحنا عمان يزهر لنا هناك جوزاء كتير هو هو وده له. وكل ما يجي برجه هقولي. يعني هنا كمان فيه العقرب وزهر كمان الطور. اه زهر ايه تاني برضو. اه نشوفها زهر ايه كمان. طيب اه هذا الشخص لو بتسأل عن مشاعره. فهو قافل تماما من ناحية الحب. من ناحيتك. يعني قافل مشاعره خلص صددها. وامركز في نفسه وفي احواله وفي لبسه وفي شكله وفي المستقبل عموما. اه ممكن نقول انه هو بيتشافى من حاجة مر بيها. ممكن. ممكن يكون هو صاحب العشر صيوف كمان. هو حاسس من ناحيتك بانك مش عايزه. او انك اه او ان العلاقة دي فيها ملل مسلا. او انكم بتتخانوا كتير او بتتعرفوا كتير مسلا. اه في بينكم اختلافات. اه زه ستاري هنا مهتم هو بنفسه قوي. هو عايز يتشافى هذا الشخص. عايز يتشافى من الالام. هواخد عشر صيوف. هواخد كمان ثلاثة هنا. ممكن يكون عايز ينسحب شوية من العلاقة. فترة يعني من الوقت. اه بس يراجع نفسه ويفكر في احواله ويفكر هل يتقدم في العلاقة ام يتركها نهائيا مسلا. اه لكنه مهتم. مهتم ان هو. الفكرة هو بيرقبك. بس بيرقبك بطريقة اه صعبانية شوية. يعني بيعمل نفسه مش يخد باله منك. بس هو بيرقبك. واما ممكن يكون هذا الشخص. بس عشوف حاجة واحدة. هتخليني اعرف هذا الشخص. نيته ايه? الشخص ده سبحان الله انا عايز اعرف نيته زهرت لي دي. كمان خافي النية بتاعته. مش عايز يعرف له. هو زعلان منك. زعلان منك ده الكوين والكينج. زهرت كده يا برج الحمل. انت شخص ده مش مديله اهمية في حياتك. اه بالدرجة اللي هو عايزها. هو حاسس بانك مشغولة عنه بالماديات. ممكن تكون لو انت بنت مسلا. اه ممكن تكون سيدة اعمال. هو شاعر بان انت او انت بص فلوس. مديات. بتفكر في المديات بس. هو بص انت هو اختيارين في حياتك. الشغل مثلا وهو. فانت ماسك حاجة وسايب حاجة. ماسك الشغل ماسك اولوياتك وسايب هو. سايب العلاقة كلها كده تيجي زي ما تيج. اللي عايز يهتم يهتمش عايز يهتم يهتمش. عايز تكلمني تعالي عايز نخرج تعالي. لكن انا اكلمك اسأل عليك او اتطمن عليك كل شوية لا. او شايفك ان انت مش عايز اصلا تخش في علاقة. انت ممكن تكون في علاقة اصلي فورق فوند مش لازم تكون علاقة حب. ممكن تكون علاقة صداقة قوية مثلا. فممكن يكون الشخص ده هو يتمنى ان انت توافق على عرضه مثلا وعرض عليك عرض حب. ولكن ولكن هو حاليا شايفك ان انت مش بصصله اصلا. ليه كمان. هو ازعلم منك عشان انت مهتم باعمالك. اه 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 او شايفك كمان. شايفك باقس. و شخص يائس من الحب. و يائس من انت مسك كوبايتك و مش عايز تديه لحد. بص مسك الكوباية و حالس بالله ما تدي لحد الكوباة دي. او مسك الكوباية و مش عايز تسيبها. اه مش عايز تديه كوباية. و هو بيقول لك هات الكوباية. طب هات الكوباية تب نبدل الكوباية. يعني انا اديت كوبايتي و انت تديني ايه كوبايتك. انت تقوله لا يا عم انا اديت كوبايتي لحد قبلك تخدها و طار. بص عط الورق عمالي يعمل مني. ازهر يا برج الحمل ان انت مجروح قوي. مش منه. اه ممكن تكون اه مجروح حموما من علاقات صديقة مسلا. مش بقول لك. لو الورق كان مقلوب كمان هنا ده الورقة تشعلب مني للاسف. انت ورقتين بس الكلام تشعلبيني يارب بيكونوا ورقتين اه تماما. شايفك ان انت بتفكر بطريقة مللية. ملل. بتفكر عبال ما تدي له كوباية مليون سنة قدام. يعني عبال ما تفكر انك بص. انا بقول لك اهو انا قلتها لك قبل ما يزهر الورق. عبال ما تفكر يا برج الحمل. انك تسلم الكوباية دي ليه. وتديله على الحصان وتتحرك. بص ده دي واحدة عادة على كرسي. مش رادي تتحرك. عبال ما بقى تجيب الحصان من الاستابل. وتاخد الكوباية. وتروح تقول له خد الكوباية بتاعتي. يكون فات تلاتين سنة قدام. يكون الشخص ده اتجاوز. وعنده دلوقتي رومي ويسين. او البنت دي اتجاوزت وعندها تلات عيال دلوقتي. فشايفك بطيء بطيء او بتحسب زيادة عن النزوم. شايفك مكتئب. لان ده هرومت كمان معناها شخص داخل كده في تساؤلات واكتئب مش لطيف. شايفك ان انت باقس من الحب. عشان كده هو زعلان منك. شايفك ان انت مختار الشغل ومختار ان انت تبقى مهتم بقى اعمالك عنه. ما اخترتوش هو اخترت شغلك. هو شايف كده. شايف ان انت مش مختار ومختار شغلك. هو مختارك. لذلك هو مكرر انه خلاص بأ. ده ما انت جمان مش مهتم انا جمان مش ههتم. ههتمي بيك ليه? ما انت مش مهتم. ما انت لو مهتم اكون تعرفت. فالشخص ده يعني هو برج هوائي. اعتقد ممكن يكون برج دالو. بص الكرتين دول كمان هو ده كمان بيارمز البرج دالو. اه شخص بقرر انه هيوقف دلوقتي المشاعر او ازهار المشاعر. يعني لو كان بيتمي بيك هيوقف. اه ولكن هو في اه ذات نفسه معتبرك نجمة في السماء برضو. يعني هو برضو انت بالنسبة له نجمة حلوة او يبتلمع في السماء وعايز يخدها. بس هو حاليا بينكر مشاعره. حاليا قافل على مشاعره وبينكرها. هو كمان خايف. اللي تكون انت كمان مش مبادله من انت مش عايز تديل الكوباية. مش عارفة ايه مش عايز تديل الكوباية ان كانت خايف منه ممكن. بس خلي بالك انه قرب يزهق يا برج الحمل. لانه تفكيره الداخلي الموت. تفكيره الداخلي انه عايز يمشي. اه خلاص بقى هو تعب. هو الزر الشخص ده انا بقول لك انت اه في علاقة اه كنت في علاقة صداقة طويلة. يمش علاقة قصيرة مسلا. مش شهر شهري. لا دي سنة سنتين ثلاثة. وهذا الشخص اه بدأ ينجذب لي كل فترة مسلا الاخيرة. وعايز بقى يسلم الكوباية. عدوا انت قلت له يا عم. انا عندي شغلي واولوياتي وحياتي. انا مش بتاع حب. انا مش بتاع الجواز. حاجة من هذا القبيل يا. فهو مشاعره اه 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 ما اه بداخله ما بداخله الان انه هو عايز انهي هزي العلاقة. مش عايز يهود خطوة تاني خلاص بقى. يعني هو على مشارف النهاية. اه اللي هيزهره ليك. اللي هيزهره ليك انه محتاجك. خلي بالك. هيزهر ليك. اه ممكن ممكن ينزل بوستات عالفيس انه محتاجك قوي في حياته. وانك قطعت فيه قوي. اعتقد انتو ما بتتكلموش. لان هو شايف ان العلاقة في الفترة دي يعني علاقة سكتة. يعني انتو مسلا. خلينا نقول ما فيش انفصال. تمام? هو مش انفصال. بس انتو اللي اتنين اه خبطتوا ببعض. مسلا هو قال لك باب انت مش عايزني. قلت له مسلا انت بسيبنا فقر. طب كزا فسبك ومشي. مسلا. او ناع الحوار اوقف الحوار لغاية هنا. لكن انتو بتشوفوا بعض. اه من بعيد لبعيد. بتكلموا بعض بس كلام خفيف قوي. فما يزهره ليك هيزهر ان هو محتاجك. وعايزك. وهو فعل ما محتاجك وعايزك. هو بيحبك على فكرة. بيحبك. وهيزهر احتمال يكون هزه الشخص كمان. اه الشخص ده على فكرة اه عايز اقول لك على حاجة. انا خايف اكون الشخص ده بيحبك لدرجة. اه كنت متأكدة. بص بقى برك الحمل عشان تبقى فاهم انت بتتعامل مع مين. اه الشخص ده عنده تعلق بيك. وممكن نقول تعلق مرضي. اه يعني انا احيانا لا 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 احبذ التعلق المرضي في العلاقات العاطفية لانه هيؤدي الى الفشل في يوم الايام. لكن هذا الشخص انظهر لك ان هو عادي وبتاع ومش عممني وكده يعني في يوم الايام يعني. الشخص ده مرتبط بيك ارتباط غريب شوية. ازاي? اه لما انت ما بتبقاش معاها حياته اليومية بيبقى فيها زعل وحزنة وكآبة وبقى ماشي كده عم زيت تاية بص مجروحة. وحياته زفت. ومش تاقي الناس ومش تاقي الشغل ومش تاقي حتى عيش اليوم التلاتة. مش تاقي اي حاجة. فهو اللي هيزهر لك هيزهر لك ان هو عايزك. لان هو بيعتبرك الشمس اللي في يومه. الشخص ده بيحبك بجد تجربك الحمل. وممكن تكون انت خايف تديه الكوبقة لانك خايف من علاقات سابقة مسلا. او حاجة. او انت بقى لك فترة كبيرة قوي وتم بشغلك. وحاسس بان ارتباط مسلا هيعطلك. لكن هذا الشخص بالفعل بيشوفك الشمس اللي في يومه. بالفعل. لكن هو في دماغه. هو عايز ينهي الموضوع بس هو حاسس باخسارة. حاسس بانه هيخسر. كمان. يعني حتى ان هو نهى الموضوع فهو حاسس بانه هيخسارك. هو مش عايز يخسارك. مش عايز يخسارك. مش عايز ينهي اصلا. بس هو حاسس ان هو تعبان. هو ما بين نارين زي ما دوره. اه مش عارف يا ينهي يكمل ولا يفضل واقف في مكانه. فهو مرتبط بيك ارتباط آآ غريب جدا. ان هو شايفك ان انت آآ ان كنت معايا فانا الدنيا دي جنة. خلاص. جنيتي خلاص وصلت. ان ما ان كنت مش معايا ومديني ظهرك. فانا شخص تعيس وباقس والناس حواليها كلها زفت زفت زفت. فهذا الشخص يتعبان على فكرة وعنده حاجات في الشغل مش لطيفة كمان. عنده حاجات في الشغل مش لطيفة. فهو هو خد ثلاث صيوف. ممكن يكون الشغل وانت وحاجة كنية مسلا. فخلي بالك بقى ان هذا الشخص في حياته متقلم. آآ بعيدة عنك طبعا. طب تعال كده يا برج الحمل انا هساعدك. انا هساعدك والله عشان انا بحض برج الحمل. فانا هساعدك يا برج الحمل. هساعدك في ايه بقى? في ان انا افهم انت اللي مش عايز تدير كوباية. لازم اوصل واعرف برج الحمل مش عايز يدي كوباية للشخص اللي يحبه. جنازة. بص 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 يا نهار اه برج الحمل آآ الورق طار طار مني عشان اعرف انت مش عايز تدير الكوباية بس اعتقد ان انت آآ مرعوب من الحب يا برج الحمل. ان الورق طار بطريقة غريبة يعني. بس عارف يا انا عارف. والله اللي انا عارف انت عايز مش عايز تتعرفني بس عارف. شوف بقى برج الحمل مش هزي جدي كوباية